لو بتعاني من التهاب في الحال أو عندك ألم شديد جداً في الزور هخليك تتخلص منه في يوم واحد بس بالمكون المعجزة ده وهقولك طريقة الاستخدام وهقولك كمان تجيبيه منين بمنتهى السهولة والبساطة ومش هيكلفك غير خمسة جنيه فقط المكون ده سحر المكون اللي معانا ده بيخفف لك ألم الزور من أول حباية بتغضيها بيخلصك من الألم تماماً بيخلصك من البكتيريا والالتهابات والفيروسات اللي موجودة في الحال فبالتالي بيسكن الألم في الحال هنركنه على جنب دلوقتي وهنعمل غرغرة للفم علشان أتخلص من كل البكتيريا والفيروسات اللي موجودة بمنتهى البساطة أول حاجة هنحتاج نص كوب من المياه الدافية بعد كده هضيف عليه نص معلقة صغيرة أو ربع معلقة من الملح الملح اللي احنا بنستخدمه في بيوتنا ربع معلقة صغيرة هنلبها كويس جداً لحد ما يدوب الملح تماماً وبعد كده ممكن تضيف عليها معلقة من عسل النحل لو متوفر لو مش متوفر خلاص زي ما هي كده دي هنستخدمها كرغرغة للفم هنحط بس نقطتين لمون مش كتير هنحط نقطتين فقط من الليمون علشان لو في بكتيريا أو فيروسات يضن عليها تماماً وهنعمل غرغرة تلات مرات يومياً بالمكونات دي ديت هتغرغر بها كده وأحاول أثبتها في الزور أو في الحل على قد ما أقدر أثبتها دي بتقديلي على الفيروسات والبكتيريا وبتخلصني منها تماماً كده خلصنا من دي هنحطها في علبة كده ونترغرغ بيها طول اليوم داخلين طالعين هنحطها في الفم كده نطمضمط ونعملها غرغرة كده عند الحل من تحت بعد كده معايا المكون السحر ده ده اسمه السمغ العربي عند أي عطار هتقول له عايزة بخمسة جنيه السمغ عربي هيديك شوية محترمين هناخد حباية ثلاث مرات يومياً هنمصها زي ما نكون بنمص كراميلة بالزبط من أول حباية بتسكن الألم بتخلصك من البكتيريا والفيروسات اللي موجودة في الحل وبتخفف لك الألم من أول يوم استخدام بس احنا هناخدها لمدة ثلاث أيام طب ليه هناخدها لمدة ثلاث أيام علشان تقديلي على البكتيريا والفيروسات اللي موجودة تماماً واتأكد ان مش هترجعلي مرة تاني حباية ما تنسوش متابعة للصفحة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو